اليوم يوم حظك أخوي لأنه معانا برنامج رح يسمح لك تتحكم بصوت المايك والسماعة والألعاب وتحط فلاتر على كل صوت بطلع من كمبيوترك وتعاملوا كأنه صوت منفصل عن الثاني يعني من الآخر رح تصير لعبتك الصوتيات وتحترف التحكم بالصوت عشان تحسن المايك السماعة والألعاب وصوت الخطوات في ألعابك حمل البرنامج من الرابط تحت الفيديو وكمل معي لو حاب تعرف أكثر ثبت البرنامج بشكل عادي الآن فوت بحسابك ستيل سيريس أو اعمل حساب على سريع لما يفتح البرنامج رح يعطيك شوية خيارات تركز فيهم طبعا في حال كان أول خيار مومنتس شغال تقدر تعمل تصوير لألعابك وتعدل الفيديوهات وتنشرها الانجين ممكن تخصص اللايتس أو إضاءة مايكاتك وسماعاتك اللي من ستيل سيريس آخر خيار واللي هو أهم خيار واللي احنا عاملين الفيديو عشانه اليوم السونار فرح نخليه شغال هون رح نستخدم البرنامج ونبدأ بالتعديل على الأصوات خيار السونار اللي رح نعدل منه الأصوات خيار مومنتس عشان تشغل أو تطف التصوير اللي حكينا عنه وتتحكم فيه 3D Aim Training مجموعة ألعاب تدرب فيها الأيم للناس اللي بتلعب E-Sports تعال نرجع للزاكي أول ما تفتح السونار رح يحكي لك حدد السماعة اللي بتستخدمها لتسمع صوت ألعابك طبعا في حال كان عندك أكثر من سماعة مشبوكة ممكن تحدد كل خيار حسب انت شو بدك حسب تفضيلاتك على السماعة اللي بتناسبك على أساس تفصل أصوات السماعات وتتحكم فيهم بشكل أحسن أنا كل الخيارات رح يكونوا نفس السماعة لأنه ما عندي غيرها الآن بيحكي لك اختار لي السماعة اللي بتسمع فيها صوت المحادثات مثل زوم ديسكورد إلى آخرين من هون بدك تحدد السماعة اللي بتسمع فيها الميديا مثل الأفلام، صوت القرآن، أي إشي صوتيات يوتيوب، سبوتيفاي إلى آخرين حدد المايك الخاص فيك حاليا انتهى الإعداد هيك شكل السونار من جوا تنفصل كل قائمة لحالها على حسب إحنا شو حددنا مسبقا على أساس تتحكم بكل وحدة لحالها، بصوتها، بفلاترها، إعداداتها إلى آخرين ممكن تعدل السماعة أو خيارات كل خيار بهالشكل فيه أنه سلايدرات ممكن تتحكم بصوت كل شيء أو أنك تتحكم بكل سلايدر لحاله كل سماعة تحتها مربعة رح يكون البرنامج متعرف على إيش أنت مشغل بالكمبيوتر عندك أي شيء بصدر صوت داخل الكمبيوتر رح يظهر هون بالمربعات هاي بإمكانك تمسك البرنامج أو اللعبة وتحركها بين كل هاي المربعات اللي كل واحدة إلها إعداداتها وفلاترها لحالها بشكل منفصل يعني كل ما تحرك وتحط البرنامج أو اللعبة في مكان ثاني رح يختلف صوت اللعبة أو البرنامج على حسب الفلاتر اللي أنت محددها للقسم اللي حطيتها فيه السلايدر اللي تحت بتقدر تختار الصوت يكون رايح أكثر للجهة الألعاب أو للجهة الدردشة أو بالنصبناتهم يعني لو كنت بتلعب وبتحكي مثلا على الديسكورد وحبيت توطي صوت اللعبة ممكن من هون تعمل هالشيء تعلّي صوت الشات شوي على أساس أنه يغطى صوت اللعبة ويزيد صوت الشات بدون ما تعدل على صوت اللعبة نفسه من هاي القائمة بتتحكم بفلاتر كل قسم مثلا فوت على جيمز وحدد الفلتر اللي بدك إياه يحسن صوت اللعبة وصوت الخطوات ورفع صوت اللعبة وهيك رح تشوف إعدادات جاهزة كل إعداد على اسم لعبة معينة بس هذا لا يعني أنه الإعداد فقط لنفس اسم اللعبة بل رح يكون مطبق وشغال على كل الألعاب اللي أنت بتلعبها أي شيء بندرج تحت جيمز أو أنت بتغير مكانه للجيمز مثل ما شفنا في المربعات رح ينتبق عليه الفلتر اختار أي فلتر جاهز منهم إيش مكان اسم الفلتر ممكن تغير الفلتر المختار من هون ممكن تعدل على إعدادات الإيكولايزر تبع الفلتر خيار سبيشال أوديو بأعطيك القدرة أنك تتحكم بأصوات الخطوات اللي حواليك طبعا ما في أعداد محددة لكل سماعة تختلف على حسب نوعها شو درايفر تبع السماعة كله باختلاف وبفرقه كمان برضو طبعا عندك على حسب ذانك أنت وشو بترتاح حسب تفضيلاتك فما في شيء ممكن أنه الواحد يوصفيه فأنت لازم تلعب في الإعدادات لحد ما توصل لشيء أنت ترتاح عليه ويكون مناسب لك الفوليوم بوست إذا كان صوت اللعبة واطي ممكن ترفع صوت اللعبة أكثر بدون ما تأثر على جودة الصوت أبدا السمارت فوليوم أو الصوت الذكي بتحدد فيه صوت محدد ما يطلع صوت اللعبة عنه يعني في حال كان فيه انفجارات داخل اللعبة وهي الأصوات بتغطي على صوت الخطوات رح تقدر أنك تحط limit أو حد لما يطلع صوت عالي ما يتعدى الحد اللي أنت محدده على أساس أنك تسمع صوت الخطوات أحسن ممكن تعمل اختبار للفلتر من هون اختار game وشغل الصوت وبلش غير بإعدادات الفلتر من الإكولايزر أو غير الفلتر كامل أصلا من الconfiguration طبعا اختلاف الأصوات ما رح يبين على تسجيل الفيديو لأنه التغيير فقط بصير على اللعبة مش على برنامج التصوير فلازم تجرب انت عشان تفهم ايش اللي بصير بالصوت حاليا انتقل للقسم اللي بعده وكذلك الأمر اختار الفلتر المناسب للشات وابدأ بتعديل الأصوات مثل ما عملنا بالجيم بس هنا فيه عنا خيار جديد اسمه Clear Cast AI Noise Cancellation رح ينقص صوت الناس اللي بتحكي معاك بالذكاء الاصطناعي من اي ازعاج موجود حواليهم مثل الخيارات اللي موجودة بالنفيديا برودكاست والRTX Voice وهنا فيه عنا الميديا والصوتيات نفس الشيء من نعمل اعداداتها AUX كمان برضو تندرج تحت الميديا والصوتيات من نعمل اعداداتها تقريبا كله نفس الاعدادات بس كل واحد بدك تعمل له اعداد حسب انت شو المود تبعك الخاص في كل واحدة حاليا المايك ممكن تحط فلتر على المايك عشان يصير صوتك يطلع احترافي اكثر ونقي اكثر اثناء التحدث في الالعاب او برامج التواصل مثل Discord وفي عنا طبعا ازالة الازعاج بالذكاء الاصطناعي كمان من مايكك فيه تحت خيار الكمبريسور بعمل ضغط لصوتك على اساس انك ما تزعج الناس اللي بيحكوا معك ففي حال مثلا صرخت ورفعت صوتك ما يطلع صوتك اكثر من الحد اللي انت محدده مثل Smart Volume تبع الجيمز اذا بتذكره مثلا في حال كان اليوتيوب شغال على المتصفح رح يتعرف عليه البرنامج ومثل ما انت شايف تعرف على المتصفح وعلى الصوت تبع المتصفح وادرجه في قسم الالعاب ما بعرف ليش حاليا ممكن امسك الكروم واحركه وان ما بدي على اي قسم بديه كل ما احركه على قسم معين رح يتم تطبيق فلاتر الصوت اللي حددناها للقسم سابقا حاليا بإمكاني اعدل على الفلاتر لو مش عاجبني وابدأ اتحكم بصوت اللعبة مثل ما بدي طبعا كمان مرة بحكي لك انه الاصوات والفلاتر مش طالع صوتها على تصوير الفيديو ما بعرف شو السبب بس لازم تكون لابس السماعات عشان تستمع على التغيير اللي بصير وفعليا في فرق شاسع بالصوت كيف كان وكيف صار حاليا حاس حالي بمسرح سينما والصوت محاوطني من كل مكان وصرت اقدر اني احدد الاصوات بشكل افضل لا تركزوا على اللعب لاني مش لابس نظراتي ومش شايفي بويس حاليا مثل ما انتوا شايفين بتحكم باصوات المتصفح لحال واللعب لحال وكل شيء مفصول عن الثاني اتوقع هيك انا ما اكون وصلت الفكرة بس ضيل عليك انت انك تنزل البرنامج وتجرب اذا فادك الفيديو شو بتستنى بسرعة بسرعة لايك 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 اذا ما فادك مش مشكلة عطيني ديسلايك وحكيلي شو اللي فادك وشو اللي ما فادك تحت الفيديو بالتعليقات بشوفكم باذن الله بفيديو هات جاي كان معكم اخوكم سعيد من خنادة بريكينج وولف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته